من هم الأشخاص الأكثر عرضة؟ أعتقد هذا السؤال مهم جدا وأعتقد جميع أفراد المجتمع لازم يكون عندهم الدراية الدقيقة والصحيحة من هم الفئات المعرضة لهذه الإصابة؟ طبعا كبار السن كلما تقدم الإنسان بالعمر كلما كانت قابلياته للإصابة بفيروس كورونا أكثر من غيره وترتفع الإصابة في سنة 40 إلى 60 وتصل إلى أعلى نسبة في قابلية للإصابة وحدة الإصابة بالإضافة لمضاعفات الإصابة وحدوث الوفاء لا قدر الله على السن السبعين وما فوق بالإضافة إلى المشاكل الصحية لها لا علاقة بالأمراض المزمنة السكر الضغط الكليسترول أمراض القلب الأورام السلطانية وغيرها من المشاكل الصحية هذه بتضيف نسبة خطورة إضافية للشخص المعتاد فلما يكون عندنا شخص كبير في السن وعنده مشاكل السكر وضغط وهذه طبيعة مجتمعنا حقيقة أفراد مجتمعنا يعانم من كم متعدد من المشاكل الصحية لا علاقة بالأمراض المزمنة بالإضافة للمرضى اللي هم يعني بيتعاطوا بعض الأدوية المثبتة للمناعة زي الكوتزونات أو المرضى اللي هم سووا زراعات للكلاء أو زراعات لبعض الأورام نفسها فهذه لهم الفئات اللي هم أكثر عرضة للإصابة ويمكن في كل مبادراتنا التي تهتم بتثقيف أفراد المجتمع بأن نركز على هذا الجزئية المشكلة هي ليست فقط الإختلاط المباشر بمريض مصاب أو لكن هو أيضا لابد كل فرد يقيم وضعه الصحي وقابلية للإصابة من خلال معرفة مناعته وقدرته المناعية لمقامة لأن هذه تلعب دورك جدا مهم كبير في تقليل نسبة الإصابة أو تقليل نسبة المضاعفات وتقليل نسبة الوفيات لقدر الله طالما هناك منع جيدة طيب